نجي إلى البعد القيم للملكية الملكية الفردية ما هي إلا أداة لخدمة الملكية العامة أنت عندما تمتلك عقارات أو شركات ترى هذه مو ملكك أنت وحدك هذه ملك المجتمع ملكيتك الشخصية مجرد أداة لتوفير الملكية العامة للمجتمع بأسره ملكيتك الشخصية ما هي إلا طريق لإنعاش الملكية العامة لذلك لو كانت ملكيتك الشخصية على حساب الملكية العامة أبدا محقق شوف مثلا إنسان يريد يصنع يريد ينشئ أحيانا عنده ثروة هائلة يريد ينشئ مصانع يقدر ينشئها في وسط البلد لا ممنوع لأن المصانع تلوث البيئة ليس من حقه أن يكتسب الثروة على حساب الملكية العامة مثلا عندما يقول الإسلام عندما يقول الرسول محمد من أحيى أرضا مواتا فهي له يجيك واحد والله يطلع البار ويحيي إلى مئة كيلومتر يقول والله هذه ليه والرسول قال لا قال من أحيى أرضا مواتا فهي له في حدود الملكية العامة قلت أنه تملك الأرض لو إنسان عنده شركات عملاقة يقدر يحيي إلى شنو يحيي إلى مئة مليون كيلومتر يعني يملك الأرض لا تملك بما لا يؤثر على الملكية العامة بما لا يؤثر على الثروة العامة لذلك الملكية الفردية ما هي إلا أداة لخدمة الملكية العامة وهذا ما نستفيده من القرآن ونهج علي بن أبي طالب نجي إلى القرآن اقرأ قوله تعالى ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما سفهاء عندهم أموال لا تعطيهم الأموال ليش؟ أن سفهاء يبذرونها يتلفونها إذن وين تروح أموالهم؟ حافظوا عليها استثمروها اعملوا فيها بالتنمية والإنتاج ولا تؤت السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما شوف تعبير دقيق يقول هذه الأموال هي إقامة لاقتصادكم إقامة لثروتكم إقامة لحضارتكم فلا تسلموها للسفهاء التي جعل الله لكم قياما يعني الملكية الفردية ما هي إلا خادم للملكية العامة وللمصلحة العامة ويأتي علي بن أبي طالب قلنا علي هو ترجمان القرآن بعد النظر الفلسفة اللي يطرحها القرآن يطرحها علي بن أبي طالب عليه السلام يجي الإمام عليه يقول الثروة هي ملك للجميع ما رأيت نعمة موفورة إلا وإلى جانبها حق مضيع ما جاع فقير إلا بما متع به غني قوة الفقير أكله الغني ما جاع فقير إلا بما متع به غني ويقول عليه السلام لكل ذي رمق قوت حتى الطير حتى النمل حتى الحشرة إليها نصيب من الثروة إليها نصيب من الطعام لكل ذي رمق قوت الثروة خلقت لجميع الكائنات الحية فلجميع الكائنات الحية نصيب من القوت نصيب من الثروة لكل ذي رمق قوت